تصعيد جديد بدأه التيار الصدري بتحويل اعتصاماته عند مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وستترقب الأوساط السياسية والشعبية لقرارات جديدة ستصدر عن زعيم التيار مقتدى الصدر بهدف وضع مزيد من الضغط يفضي إلى تحقيق مطالبه بحل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة قيادي في التيار الصدري قال إن العصيان المدنية أحد خيارات التيار خلال المرحلة المقبلة ما يعني إيقاف مؤسسات الدولة بشكل كامل لكنه أضاف أن التصعيد في الاحتجاجات من قبل التيار سيكون بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة وفي ذات السياق أكد النائب السابق والمقرب من التيار الصدري فالتاح الشيخ أن قوى الإطار التنسيقي تريد اللعب على عامل الوقت من أجل إنهاء اعتصام التيار الصدري وهما دفع الصدر إلى تصعيد الاحتجاج من أجل إدامة زخم التظاهر ورفض تسويف مطالبه في المقابل يقول عضو الإطار التنسيقي عائد الهلال إن أي تصعيد جديد في الشارع سيزيد من تعقيد الأزمة وهما سيدفع الإطار إلى التصعيد المقابل في الشارع خصوصا وأن جمهوره ما زال يعتصم قرب أسوار المنطقة الخضراء حتى الساعة وهما قد يدفع إلى التصادم بين الطرفين ويترك عواقب خطيرة على جميع الأطراف يأتي ذلك وسط حديث متواصل عن فشل إيران في جمع حلفائها كما كانت تفعل في المرات السابقة وهما يمثل تضاؤلا واضحا لنفوذ طهران وتهديدا محتملا لستراتيجيتها في العراق بحسب تقرير لصحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الاشتباك بين الميليشيات المدججة بالسلاح ستكون واحدة من أسوأ النتائج المحتملة لسياسة طهران في العراق فيما يقول محللون أن جهدا إيرانيا واضحا للميل نحو خصوم الصدر يمكن أن يشعل المواجهة بين الفريقين المتنازعين